بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 6 part 2 allowable deflections بنتكلم على قيم deflections المسموح بيها اللي هي delta allowable لان كده anyway اي منبر عندي underload لازم هيحصل فيه deflections السؤال هنا هل deflections دوت مسموح بيه القيم بتاعته مسموح بيه ولا اكتر من المسموح بيه طيب مين اللي بيحكمنا في الموضوع دوت اللي هو ال ACI code عندي التابلز اللي هي 95A اللي هو بيتكلم على minimum sickness بتاع الممبر اللي هو ال H unless deflections are computed بمعنى ان انا حديد قيم له ال H بحيث في الحالة دي يتبقى ال deflections safe ومن غير ما تعمل ال calculations بتاعت ال deflections تابل تسعة خمسة بيه بيدينا maximum permissible computed deflections او القيم المسموح بيه لالانحناب فعندنا كذا كيس الفلات روفز اللي هي non-damageable non-structural element supported فبنون ان الدلتا ال instantaneous اللي هي اللحظية اقل من او يساوي L على 180 حيث L هو عبارة عن اللسبان بتاع الممبر سواء كانت كاميرا او بلاطة في حالة الفلور برضو في هنا non-damageable non-structural element supported بنقول ال instantaneous deflection اقل من او يساوي L على 180 حيث L هو اللسبان roof or floor element supported non-structural elements likely damaged by large deflections يعني ممكن يحصل لها damage نتيجة large deflection فبنقول في الحالة دية L اقل من او يساوي L على 480 480 يبقى في الحالة دية انا لو عندي بلاطة لسبان بتاعها L وفي هنا non-structural elements بس ممكن يحصل لها damage فالdeflection المسموح به اقل من او يساوي L على 480 roof or floor element supported non-structural elements يبقى ال L انا في الحالة دية اقسمها على 240 لو اللسبان المفروض ال deflection عندي يبقى اقل من او يساوي اللسبان مقسومة على 240 اللاحز انا فيه في السيمبلز واحنا شغالين حيبقى عندي delta اللي هي deflection occurring after attachment of non-structural elements في delta allowable اللي هي need to consider the specific structures function and characteristics يبقى دي delta المسموح بيها علشان ما يحصلش عندي damage والممبر يؤدي الفنكشن بتاعته بكفاعة اشتركوا في القناة